أعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولات اليوم على انخفاض بنسبة بلغة 0.16% عند مستوى 10.714 نقصة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال 875 مليون جاء سهم شركة الأندلس العقارية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.96% عند 23 ريالاً فاصل 18 تلأ سهم شركة أسمنت حائل بنسبة 9.88% عند 12 ريالاً فاصل 68 ارتفع أيضاً سهم شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 7.14% عند 0.15 ريالاً بينما تصدر سهم شركة السحراء العالمية للبترو كيمويات قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.74% عند 33 ريالاً فاصل 20